لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد نؤكد في البداية على أن رئاسة الجمهورية تخبطت تخبطا ليس لها نظير ووصلت إلى درجة التضليل إن لم نقل الكذب على الجزائرين كذبت على الجزائرين في البداية يوم 24 أكتوبر 2020 قالت بأن الرئيس دخل في حجر صحي طوعي بعد ظهور إصابات في إطارات سامية في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكوم بعد ذلك في اليوم نفسي غردت على حساب رئيس الجمهورية في تويتر تغريدة توحي بأن الرئيس هو الذي يتكلم لجزائرين رغم أن آخر ظهور لرئيس الجمهورية كان يوم 15 عشر عندما استقبل وزير الخارجية الفرنسي ومنذ ذلك الحين لم يظهر رئيس الجمهورية بل أنه في 18 أكتوبر كان لديه مجلس المزراء لكنه تم الإعلان عن تأجيله وبررت ذلك بسبب أجندة الرئيس رغم أن الرئيس لم يظهر وفي ذلك الوقت كذبنا وأكدنا بأنه لا يعقل أن رئيس يؤجل مجلس الوزراء بسبب أجندة وما إلى ذلك من المبررات الواهية التقييم الاستخباراتي الذي تحصلنا عليه أكد أن رواية رئاسة الجمهورية لا أساس لها أن رئيس الجمهورية قبل 18 عشرة كان على الفراش كان مصاب بكورونا لذلك كذبت رئاسة الجمهورية عندما لم تعلن أن الرئيس أصيب وظهرت عليه الأعراض بصفة مؤكدة بل أنها قالت بعد ذلك بناء على توصيات الأطباء بأن الرئيس تم نقله إلى مستشفعين النعجة والمعلومات التي وصلتنا من مصادر موثوقة ومؤكدة بأن رئيس الجمهورية تم نقله في ساعة فجرا وبعد ذلك مباشرة من عين النعجة تم نقله إلى ألمانيا كل هذه الأكلة وبعد ذلك تبقى رئاسة الجمهورية فطرة عندما يقع الضغط الإعلامي تخرج ببيان يتكون من 36 كلمة ألمى مكتوبة بعناية بلغة الخشب ما فيها معلومات ولا أي شيء آخر ما نشرته رئاسة الجمهورية يتمثل في بيان نتكلم على حساب رئاسة الجمهورية على الفيسبوك آخر ما نشرته كان يوم 20 نوفمبر 2020 يتحدث عن ما سموها رسالة أنجيلا ميركل إلى رئاسة الجمهورية وفي ذلك الوقت ظاهرت كلمة النقاح وتحدثت حينها قلت بأن حسب هذه الرسالة والمعلومات التي أريد التسويق منها أن الرئيس دخل في مرحلة نقاح لو تتبعنا رئاسة الجمهورية في الأول كان في حجر صحي طوعي الثانية كان نقله إلى عين النعجة بناء على توصيات من الأطباء المرحلة الثالثة مرحلة البروتوكول الصحي في مستشفى متخصص في ألمانيا المرحلة الثالثة مرحلة الفحوصات ما بعد البروتوكول الصحي لما أنهى والآن مرحلة النقاح معناها أن الرئيس حسب رئاسة الجمهورية مر بخمسة مراحل رئاسة الجمهورية تتحدث بأنه يتماثل للشفاء آخر ما ظهر عندما راجت معلومات أن رئيس الجمهورية توفي بناء على ما نشره موقع يدار من دوائر مغربية وهو موقع afric.com الذي تحدث عن وفاة رئيس الجمهورية هذا الموقع سبق وأن تحدث عن وفاة عبدالعزيز بوتفليقة وكتبه الاسم نفسه ثم بعد ذلك في جنفي 2020 تحدث عن انتحار سعيد بوتفليقة في سجن البوليدة ونفس الشخص الذي كتب هذا الموضوع وثبت ذلك بأنها مجرد أكاذيب رئاسة الجمهورية اضطرت إلى الظهور عن طريق مصدر هذا المصدر يتمثل فيه لتحدث للجزيرة وتحدث لقناة الميادين في لبنان وهي قناة إيرانية والجزيرة قناة قطرية وثم تحدثا إلى روسيا اليوم روسيا اليوم ذكرت في البداية أن المستشار في رئاسة الجمهورية عبدالحفيظ علاهم هو الذي تحدث إلى روسيا اليوم وقال بأنه كما علمنا من قبل وتداولته كل وسائل إعلام وتحدثنا في الموضوع أنه قال بأن الرئيس بخير وأنه يتواصل مع ابنه الذي يتواجد معه في ألمان ولكنها فضيحة بمعنى الكلمة رئيس رئاسة الجمهورية ليست لديها معلومات عن الرئيس إلا التي تأتي بها من خلال ابنه الذي يتواجد معه معناها ما كانش مسؤول معاه معاه طاقم طبي على الأقل يقول بناء على ما قاله الطاقم الطبي هذه الجملة أعادت مسلسل بوتفليقة والسعيد من قبل عندما نفتح صفحة كوجل ونضع فيها هذه الجملة كما تشاهدون في الصورة الرئاسة الجزائرية توضح الحالة الصحية المستجدة للرئيس تبون ونبحث تطلعنا عدة أخبار في مواقع مختلفة نذهب إلى هذا المكتوب قناة روسيا اليوم الرئاسة الجزائرية توضح نضغط عليه ماذا نشاء يطلعنا نبض هذا الذي يتخص بنشر الأخبار في حساب روسيا اليوم على نبض نفس العنوان وعاجل أكد عبد الحفيظ علاهم المستشار الخاص للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لأرتي أن الرئيس الجزائري يتجاوب بشكل إيجابي مع العلاج وأضاف لأرتي أنه على تواصل مع نجل الرئيس الذي أكد استجابة استجابة الرئيس للخطة العلاجية والتحسن المضطرد لصحته عندما ننزل نجد اقرأ على الموقع الرسمي نضغط نشوف ماذا سيطلعنا يطلعنا خبر آخر في موقع روسيا اليوم لكن حدثت تغييرات وبدل ذكر عبد الحفيظ علاهم كتبوا أكد مصدر في الرئاسة الجزائري إذن حذف اسم عبد الحفيظ علاهم ترى لماذا حذف هل بعد نشر الخبر اتصل بهم قال لهم نحولي اسمي أو قبل ما يعطيهم المعلومة قال لهم لا تنشروا اسمي أو شيء من هذا القبيل أو أن هناك أمور أخرى ننتظر ماذا ستقول روسيا اليوم لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أن رئاسة الجمهورية كتبت إلى جريدة الوطن وهنا أنه تحدثت أنه بأنه تتم تداول معلومة قالت فيها بأنه عبد الحفيظ علاهم المستشار لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية وأكدت بأن المعني لم يتحدث أبدا مع روسيا اليوم كان ذلك يوم 28 نوفمبر 2020 بصفته أنه القضايا الاتصالات غير معني بها رغم أن عبد الحفيظ علاهم يوم 1-11 2020 بعدما آدى أدى ذهب إلى صندوق الإختراع وشارك في الاستفتاء أدى حقه الانتخابي سئل عن صحة الرئيس فأجأ صحة رئيسي هل لك أن تقوم إننا عشاء الرئيس جيدة الحمد لله لم يقل لهم أنني لست متخصصا في شأن الاتصالات أنا مستشار للشؤون الخارجي ما قالهم جاوب أنه هذه الإجابة جيدة جيدة لم يقتصر ذلك أن موقع جريدة الوطن نشر أن هناك الكثير من الإشاعات تم تداولها حول صحة الرئيس وحسب مصدر اسمعوا حسب مصدر موثوق به رجعنا لحكاية المصادر الموثوق يعني روسيا اليوم تداولت في الأول أنه عبد الحفيظ علاهم وبعد ذلك تبرى بعد ذلك ترى لماذا تبرى هل هي المعلومة خاطئة أو أنهم كذبوا عليه ننتظر ما تقوله روسيا اليوم وإن كان حذف روسيا اليوم إلى اسم كنت قرأتها إما ربما أعطاهم المعلومة وبطلب منهم أن لا يذكروا اسمه وهم سارعوا بذكر اسمه وبعد ذلك اتصل بهم قال لهم اسحبوا الاسم ما تذكروني وبعد ذلك عندما وقع عليه الضغط من جهات ما خاصة أنه ذكرنا من قبل أن وزارة الدفاع وأنه شنجريحة الفريق سعيد شنجريحة رسميا أمر بعدم التحدث وإصدار أي بيان من دون أن يمر على مصالحه يتعلق بصحة الرئيس لذلك البيانات التي تصدر باسم رئاسة الجمهورية وتوضع في صفحة تحرر في مكتب السعيد شنجريحة وليس في مكان الأخ لذلك نقول قالوا بأنه سيعود خلال الأيام خلال الأيام الأيام القادمة هذه اللفظ ظهر 28 لا تنسوا العجب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر